هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الستراتيجية تابع مركز الروابط للبحوث والدراسات الستراتيجية مقابلة إعلامية مع رئيس إقليم كردستان العراق نيتشيرفان بارزاني تحدث فيها عن الأوضاع العامة في العراق وطرح رؤيته لحل مشاكل البلاد ومستقبلها بارزاني أكد أن تحقيق الاستقرار في البلد يتطلب أن تكون للأطراف كافة فهم ورؤية مشتركين لمستقبل العراق وأن يعملوا على أساس الدستور ومبادئ التوافق والشراكة وأن يعتبروا من كل أخطاء الماضي وأن المرحلة الانتقالية في العراق بعد مرور ثمانية عشر عاماً قد انتهت ولم يعد العراقيون يتقبلون من سياسي بلدهم شعارات تخلو من المضامين يرى متابعون أن رئيس إقليم كردستان تشيرفان بارزاني قد تحدث بكل صراحة ومسؤولية واعترف أيضاً ببعض الأخطاء وشدد على أن الكرد هم جزء من العراق دون أن يتطرق في حديثه لحق تقرير المصير أو حملات الاضطهاد السابقة التي طالتهم بارزاني عمل على تطوير النظم الاقتصادية والاجتماعية للإقليم وجلب الاستثمار الأجنبي عبر إصدار قانون الاستثمار الذي منح المستثمرين الأجانب امتيازات كثيرة وطورت تجارة الداخلية والخارجية حتى وصل حجم التبادل التجاري مع تركيا مثلاً إلى 12 مليار دولار سنوياً أما على الصعيد السياسي فكثيراً ما يوصف برجل المهمات الصعبة فكلما وقع الإقليم في أزمة سارعة إلى إيجاد مخرج لها ففي ذروة أزمة الإقليم مع بغداد جراء الاستفتاء عام 2017 ذهبان تشيرفان بارزاني إلى فرنسا برا عبر تركيا واجتمع برئيسها إيمانويل ماكرون الأمر الذي مهد لتهديئة الأوضاع بين بغداد وأربيل والضغط على حكومة حيدر العبادي للحد من عقوباتها على الإقليم المؤشرات تؤكد نجاح جهود رئيس الإقليم لبناء تحالف قوي يعتمد على المصالح العليا للشعب في بناء دولة اتحادية تضمن تشكيل كيانات وإدارات ذاتية تصان فيها حقوق الأقليات كالمسيحيين والإيزيديين كما سهم نجيرفان بارزاني أيما مساهمة باتفاق سنجار بين أربيل وبغداد